فارق معي من كلام دكتور محمد فاتحي هو أنه الحديث عن أنه إيه اللي فايتنا إذا لم نتقن لغتنا الأم؟ إيه اللي فايتنا؟ ياه أيه أنا عارف وأنا أجي لحبيب اللغة والكلمات أنا بس عايز أضيف حاجة اللي كله بنتكلم فيه والمناهج أنا إيه ابنة تانية ابتدائي؟ في الكتاب الخارجي بتاع اللغة العربية كله فيه خطأ متكرر طول الوقت حرف الواو بيلصق في الكلمة اللي بتليه هم بعدينه يعني هما طب الولد لما يجي يقرأ القصة آه يعني حتى طريقة الترقيم يعني يعني أنتوا كابين أصلا بتوصلوا للأطفال معلومات خاطئة بشكل زائد يعني مش مدرس ده اللي وضع المنهج واللي يرجعوا واللجنة ومائلة ده اللي كل دول أخطأوا ده أنت دقيق أو ده مش بس حرف الواو ده يعني إيه سي على كده بقى مشاكل أخرى كتير المدرس اللي بيكتب اللي هم واركة أو الواجب واجيه أقرأ ألاقي المدرس نفسه عنده مشاكل في الهمزات عنده مشاكل في التقل المربوطة أو ما إلى ذلك طب الولد هياخد ده كلم لما يخش جوه المدرسة وألاقي كبنة بسا مدرسة مدرسة نظيفة وألاقي مدرسة مش بالتقل مربوطة لكنها بلها ونظيفة بال نظيفة بالتقل مدرسة نظيفة بالتقل مدرسة نظيفة بالتقل مدرسة نظيفة بالتقل مدرسة يعني ده ألف فيه يعني العاجات دي كلها رسائل غير مباشرة لا أنا عايزة كمان أسألك اللي أصغر سنة أنا اقتنعت وعايز أبقى عندي أنا بصراحة دايما بفكر فيها بشكل تاني أنه أنا عايز بدل ما يبقى عندي لغة واحدة يبقى عندي لغتين وبدل ما إبني بيعرف لغتين يعرف ثلاثة والثالثة دي هي لغة الأمة فسهلة إيه الطرق بما إنك شاعر بقى اللي تخلي شاب طفل عنده عشر سنين يحب اللغة يستمتع بيها زي ما دكتور محمد فتحي كان بيقول أنا طبعا عجبني اللي إنتي قلت ده وكتبت حاجة أنا من وحي المبادرة بتأكد نفس الفكرة دي ونتكلم في الطرق بعدها أحكي كنت بقول فيه أيام علشان حلمك ما يفرقكش وتغيب فيزورك علشان تفهم بلدك أهلك أصلك وجزورك وتاريخك تعرفه وتملي تبقى فخور بيه اتكلم عربي أرض الله واسع وفين ما تروح لسه أنت في أرضه اتكلم كل لغات الدنيا لكن برضو اتكلم لغة الوطن اللي إنت منبت فيه اتكلم عربي أنا بوعدك إنك هتحبه هتكون غاوي تسمع بيه أغاني وحكاوي مش هتلاقي في كل الدنيا كلمة تساوي روعة يا مقدس ويا حجة بالعربي كده على تركك ليه كل حروف وبقت محتجة هتحب العربي مش فرقة إيه اللهجة تتكلمه هتحس ببهجة والناس تسمع لغتك تفضل فيك تترجى علمنا نتكلم زيك وساعت هتكتب ميم صد ره واطلب من الشاطر يتهجه الله حلو حلو فإحنا ممكن تطوره كتير بقى يعني يعني بيطعلموا الإجليز زي أنا شخصي واحدة من الحاجات اللي يعني مثلا بسألك ليه شخصي هذه الحاجات اللي بتمتعني بالعربي الشعر الشعر يعني لا إحنا فيتنا كتير فيتنا كتير لو أولادنا عمرهم قروا بيت شعر حلو عمرهم ما استمتعوا إحنا عندنا أغاني أطفال حلوة دينا واللي بنفتقد ده كان عندنا إحنا جيلنا كان عنده طبعا إحنا عندنا أغاني مهرجانات دلوقتي بتودي في ستين لكن فين أغاني الأطفال يعني ليه بلدنا ما تتبناش ده في وزارة الثقافة والجهات المعنية بهذا الأمر يعني يعني لما الولد يسمع أغاني فصيحة اللي هو العربية منضبطة ومشكلة بشكل جيد ومنطوقة بشكل جيد ده يبقى هائل جدا الحكايات برضو بدأنا نفتقد ده وبرامج الأطفال بقت يعني ده بيتتفق مع الثقافة السماعية اللي دكتور محمد كان بيكلمنا عنها إنه لما نسمع عربي حلو ومنضبط ومظبوط ده بطبيعة الحال وكانوا بيعلمونك كده كموزيعات اسمعوا صحة من مصادر صحة يخرج التعليم من الشكل التقليدي أنا آسف يخرج التعليم من الشكل التقليدي الأكاديمي اللي هو جوا الفصل لوسائل إحنا بنعيشها كل يوم وبنشوفها كل يوم